شدد رئيس أسيسي على سعي مصر لتحقيق التهدئة في قطع غزة من خلال إطلاق صراحة الأسرة والرهائن الموجودين في قطع غزة ولفت الرئيس أسيسي إلى أن مصر تعلن عن جهدها في هذا الإطار بعد إتمامها يتبقى أن نحن نبذل الجهد أيضاً للجميع أن نحن حرصين أيضاً على أن نحن بلين دول إيجابي في تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق صراحة الأسرة والرهائن الموجودين في القطع وبنبذل جهد بس مش كل حاجة بيتم الحديث عنها يعني لما بتخلص بنبقى هنعلن عنها